ان شاء الله في الفيديو ده هنشرح ازاي نقدر نعمل تحديد على سطر او على جملة او على كلمة او على فقرة او نعمل تحديد لنص او تحديد للبيج بالكامل بتاعتنا وهنتعلم ازاي نعمل بعض التنسيقات كده على نص اللي احنا كاتبينه على ملف الورد هدي جو هتبتدوا بس معايا تكتبوا يساوي راند تفتح كوس خمسة كومة خمسة افر الكوس انتر عشان يكتب لنا النص ده هنيجي مسلا لو انا عايز احدد السطر الاول هاجه اوف بالجنب بالشكل ده واول ما لاقي السهم بتاعي او المؤشر بتاعي اتغير شكله هضغط ضغطة واحدة هيعلم لي على السطر الاول عايز اعلم على اكتر من سطر ممكن ضغطة وانزل بالشكل ده حابب اعلم على الفقرة بالكامل هضغط 3 ضغطات بزرار الماوس الشمال بالشكل ده اعلم لي على الفقرة بتاعتي بالكامل حابب اعلم على كلمة double click على الكلمة اللي انا عايز اعلم عليها بالشكل ده هيعلم لي عليها في جملة معينة عايز اعلم عليها هقف كده مسلا في نهاية الجملة واضغط ضغطة واسحب ايدي بعد كده بالشكل ده حابب اعلم على ملف الورد بالكامل هتضغط على ctrl a هيعلم لك على الملف بالكامل كمان ممكن تقف هنا وتضغط على زرار shift مع سهم يمين هيحدد لك حرف حرف بالشكل ده حابب تحدد كلمة كلمة هتضغط على ctrl مع shift وسهم يمين هيحدد لك كلمة كلمة لو ضغطت ctrl مع shift وسهم التحت هيحدد لك فقرة فقرة بالشكل ده لو عايز تروح لنهاية الملف بتاعك هتضغط على ctrl من الكيبورد مع زرار end حابب تطلع لابداية الملف بتاعك وبا كنترول ومع زرار الهوم الكيبورد تمام ده كده كانت القصة بتاع التحديد هنخش بقى للموضوع بتاع التنسيق على سبيل المسال لو انا عايز اغير شكل الخط بتاعي فملف وورد او برنامج وورد مديني اشكال للخطوط كتيرة جدا هعمل كده مسلا كنترول ايه على كل النص بتاعه عشان يحدد لي الكلام اللي مكتوب في ملف الورد ده وهروح هنا مسلا وابتدي اشوف الخط المناسب لي وابتدي اختاره ده من شايفين معي الخطوط شكلها بيضغير لو عاجبك ده هتضغط عليه وخلاص كده هيفضل شكل الخط بالشكل اللي انتو شايفينه ده لو انا فرضا عايز اقبر حجم الخط شوية فهروح هنا عند الفونت سايز واشوف حجم الخط المناسب لي وابتدي اختاره او ممكن من خلال الايه الكبيرة دي وابتدي اضغط بالشكل ده مهام او ممكن اصغر بالشكل ده كمان لو انا مسلا عندي السطر الاول ده حابب اعمله الخط بتاعه يكون سميك شوية اضغط على بولد من هنا زي ما انتو شايفين معي السطر الاول ده ده يعتبر الحروف بتاعته اضغن من بقية الكلام اللي مكتوب في ملف الورد ده حابب اخلي الخط ميل فهضغط على حرف الاي دي اللي هي اسمها italic حابب احط خط تحت السطر الاول ده فهضغط بالشكل ده كمان لو ضغطنا في السهم الصغير ده هنلاقي مجموعة اشكال لخطوط ممكن تتحط تحت السطر اللي انا محدده تمام ده مسلا حابب تشيل الخط ده هتضغط هنا وتقول له none هيتشال معاك كمان تقدر تحط خط في وسط الجملة يعني هنا مثلا كتبلك ABC ووسط ABC في خط محبوط لو ضغطنا كده حطيلي خط على الجملة اللي انا محددها فاردا هنيجي نكتب هنا اه اه اعرفين المعادلات اللي بتبقى في الكيميا اللي هي CO 2 مثلا المفروض ان 2 دي بتبقى نازلة لما بيجي يكتب المعادلات بتلاقي رقم 2 ده بيبقى نازل لتحت شوية ده بيبقى اسمه سابسكريبت فالسبسكريبت عندك اللي هو اكس واتنين بتاعتها نازلة لتحت كده فهتضغط كده زي ما انتم ملاحظين معايا ممكن نكبرها شوية CO2 بالشكل ده ننشيلها وهنعمل مسلا عارفين انتم بقى اللي هي بتبقى قص 2 والحاجات دي اللي هي بتبقى في الرياضة هنا مسلا هارف دي اسمها السابسكريبت اللي هو تكتب مسلا اه ايه والرقم اللي مكتوب جنبها مسلا اه مرفوع لفوق بالشكل ده بتضغط عليها لو عايز تحط رقم او تحط حرف او اي حاجة ويكون مرفوع لفوق كده فتضغط على اكس اتنين دي كمان في من ضمن الاختيارات عندك هنا اه في حاجة اسمها تشينج كيس دي بتزبط لك الحروف في الكابتل بتاعت الجملة بتاعتك يعني على سبيل المسال انا لو ضغطت هنا على اول اختير عندي اللي هو سنتينس كيس اشتركوا في القناة 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 المفروض ان هو هيعمل لي اول حرف من اول كلمة في الجملة بتاعتي هيخليه لكابيتل تمام في الاختيار اللي بعد كده مثلا لوركيس ده خلالي كله باسمول الاختيار اللي بعد كده ابركيس مخليلي اول مخليلي كل الحروف بتاعتي كابيتل زي ما انت شايفين معي كده هنا هنضغط عليه تمخليلي عند كل كلمة اول حرف فيها يعني الفيديو هنا البي كابيتل هنا البي كابيتل الايه هنا لأيه هنا عشان في مسافة ابرية بعدها فهي هو كده محسبالي كأنها كلمة يعني فاعمل لي الحرف ده كابيتل وباورفول بي بتاعتها كابيتل وفي دي اه دي هنا بيقول لي من خلال تريت الكتابة بتاعته دي انه اول حرف مفروض هيباسمول واول حرف من الكلمة هيباسمول وباية الكلمة هتبقى كابيتل شايفين ازاي يعني الفيديو هنا البي اسمول وباية الحروب بتاعتها كابيتل انت مفروض بتشوف بقى انت عايز تزبطها ازاي وانت بدمارك يعني كمان وانت بتكتب مثلا القصة بتاعت الكابيتل دي انت ممكن تضغط على الكابسلوك من الكيبورد وتبتدي تكتب اي حاجة هتكتبها اه تلاقي الحروب بتاعتها كابيتل حابب تعمل الحرف الاول بس فهتضغط على كابسلوك انت بتكتب الحرف الاول بعد كده تضغط تاني عشان تشيل الكابسلوك وتبتدي تكتب باية الكلمة او ممكن تضغط على زرار الشفت مع الحرف اللي انت عايز تكتبه كابيتل هيكتب معك كابيتل بالشكل ده وتشيل ايدك من على زرار الشفت تبتدي تكتب باية الحروف هيكتب معك باية الحروف كمان من ضمن الاختيارات عندي هنا في التنسيق انك ممكن تغير الالوان بتاعت الجملة اللي انت معلم عليها بالشكل ده تشوفه مناسب وتختاره تمام حابب تشيل الكالر ده هتضغط على اللي سود عشان ترجعه تاني باللون اللي سود كمان ممكن تخش هنا على من هنا هو هتلاقيه هنا مسلا اه اللون الاحمر هتلاقي منه درجات البرتقاني هتلاقي منه درجات كمان لو اخترت مسلا اللون ده في حاجة اسمها جريديانت بيدخلك لونين في بعض لو هنا مسلا هتلاقي اللي صفر غامق اه على فاتح زي ما مرسوم لك هنا كده مسلا كمان ممكن يجي برضو يطلب منك اه انك تعمل يعني في الامتحان بتاع الاي سي دي اللي وانت داخل الامتحان هيطلب منك انك تعمل على الجملة اللي انت محددها او الجملة اللي هيقول لك عليها فهتروح على الادا دي بتبتدي تشوف انت عايز تعمل هايلايت فين بالزبط تمام عايز تشيلها تروح هنا وتختار طبعا انه مفروض بيقلبها معاك الادا بالشكل ده لو قلبها معاك بالشكل ده فانت المفروض بتضغط ضغطتين وتفضل تمشي كأنك بتحدد لحد ما يشيل الهايلايت اللي معمول عايز تشيل الاداة دي من الكيبورد هنعلم هنا دي برضو برضو بيعملي الاشكال اللي هي مخطوطة قدامي دي فلنفترض اللي انت عملت كزا فرمات مسلا على جملة معينة وعايز تشيل الفرمات ده فانت هتعلم على الجملة دي وهتروح على الاداة دي واسمها فرمات هنضغط عليها شل كل التنصيقات اللي انا كنت عاملها على الجملة اللي احنا اخدناها دي بتاعت الفرمات والمجموعة التانية دي اللي احنا اخدناها لها مكان تاني نقدر آآ نستخدمها منه هو عن طريق البوكس ده هنضغط عليه من هنا مسلا ده هيجيب لي كل الجزء اللي انا تعلمته ده الجروب ده بالكامل هيجيبهولي تمام انت لو عايز تختار نوع الخط هتختار من هنا ودي استخدمناها من هنا آآ اتاليكو بولدو الكلام ده كله وده اللي احنا استخدمناه هنا برضو هتختار من هنا بتاعك من هنا آآ الجزء بتاع آآ طبعا انت لو ما بتيجي تختاروا اي حاجة هو اللي عندكم تحت ده بيبين لكم الحاجة اللي انت اختارتها هيبشكلها عامل ازاي في الجملة بتاعتك تمام في دابل في كل ده احنا شرحناه تمام السمول كابس تمام هي بالخط بتاعك او كلام بتاعك بالشكل ده الال كابس بالشكل ده لو عايز تخفي كلمة موينة فهتضغط عليها من هنا هتخفي لك الكلمة وبعدها بتختار التنسيقات المناسبة ليك من هنا بتضغط على اوكي بعد كده بيسايف معاك الحاجات اللي انت اخترتها بكده احنا خلصنا شرح الفيديو ده اللي تعلمنا فيه ازاي نقدر نعمل تحديد على سطر او على كلمة او على فكرة اه كمان اتعلمنا ازاي نقدر ننفس بعض التنسيقات على النص اللي انا كده على ملف الورد تنسوش بالو اعجبكو الفيديو لايك وشير وسبسكرايب